تاني حاجة بيعملها الرجاء دوت انه يقول كده انه بيملدي بسلام عجيب مفيش بقى الخوف نعم اخ نظار اكيد انت توافقني ومشاهدين يوافقوني على الفكرة ديت انه اكتر من المرض اللي موجود الكورونا الايام ديت الخوف اللي ورا الكورونا هو الخطر الاكبر او المنتشر اكتر كمية الفزع والخوف والقلق انه ايه اللي هيحصل لنا اللي منتشر في العالم كأنه حاجة انفجرت امبلة نووية في العالم اسمها امبلة الخوف والقلق من بكرة اللي هيحصل عشان كده المفتاح هو الرجاء اللي بيدي اسوع انا بصلي انه كل شخص بيسمعني النهاردة يعتش قول له رب انا عايز ادوق اعمل زي المرأة السامرية لقيت انا عايز ادوق من المياه ديت عايز ادوق من الاخ نزار وجيرجس بيكلموا عليه النهاردة عايز ادوق الرجاء ده فعلا مش نظريات مش افكار مش تعاليم كده في الهواء لكن لمس حقيقة زيارة حقيقة من الرب فالرجاء للرب بيديه بيملدي بالفرح ويقول كده يملأكم الله الرجاء كل سرور وسلام تبقى متطمن من بكرة مش خايف كده على ولادك مش خايف على جوزك لما بيروح الشغل كده الاحسان بيتعرض لناس ويرجع لا 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 ما عندكيش الخوف ده اختفى لانه بيعندك رجاء من الرب فالرجاء اللي الرب بيديه بيملاني بسلام عجيب مش بيديه ظروف او لانه لا عرفت انه خلاص اطعامه فانا متطمن لا ايا كان مش صرت في ودي زل الموت عندي رجاء وكده لا اخاف شرا لان الرب معي موسيقى